تشيرنوبل اسم يرتبط بأسوأ كارثة نووية في التاريخ لكن الأمر مختلف الآن إذا تسعى أوكرانيا إلى تحويل موقع الحادثة إلى مزار ساحي لا بل وإدراجها على مواقع اليونسكو للتراث الإنساني دعونا نتابع ربضارة نافعة أو ربض مصيبة لها فائدة مثل ينطبق على تشيرنوبل الأوكرانية أسوأ كارثة نووية في تاريخ البشرية التي تسببت بمقتل أكثر من 200 ألف شخص في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا لكن الأمر بات مختلفا الآن فبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود تحول مفاعل تشيرنوبل إلى مزار سياحي يقصده البشر من شتى أسقاع الأرض لرؤية موقع تلك الحادثة أوكرانيا لا تريد الموقع مزارا سياحيا فقط وإنما تسعى لإدراجه على مواقع اليونسكو للتراث الإنساني الإدراج في قائمة اليونسكو للتراث العالمية يمكن أن يساعد في الحفاظ على الآثار هناك سيساعد في تطوير ذاكرة تاريخية والموقف من هذا التراث سيساعد في جعل بناء الطرق والبنية التحتية ممكنا وأخيرا سيؤدي إلى تحسين وزيادة تدفق السياح من كان يدري أن هذا الدمار سيتحول إلى مكان يأمه الألاف إذ شهد عام 2018 زيارة سبعين ألف شخص ومن المتوقع زيادة الراغبين في التجول هنا إلى أضعاف هذا العدد خلال الأعوام المقبلة اشتركوا في القناة